سوف نبدأ لكم ماذا يريدون من دائم نصبح جديد على مده meter greens talk من أحتاجه على مزفقة مني يكون منتشئ الآن من يدخل لبرد، لكذا ندل العنفسنا شي شوية من هوه وفي ريوسنا شي شوية وعني لا تريدها شقة وعمل تمارا ومسؤوليات حياته نستعود راسنا شي شوية و المهم لأن المراء ستصلى في راسها سأريكم المشاف التي كانت ترى مدهما هذه الخريف بجميعها هذا الخريف وتحصل في رائد سوف نشارك معكم كيف نشارك معكم كيف نشارك معكم سوف نبدأ بجلدوش سوف نشارك معكم 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 فهذا يجب عليكم عمل الشامبوه ويجب عليكم استعمال سهل استعمال الأتمينة الأتمينة المهم هذا 3 أورو المهم لأننا نقوم بعمل المونتاج سوف ندعم كل مستوى هذا يمكنك إن شاء الله لا تفكر سوف نرى كذلك ما هي الأشياء التي أخذت أخذت كذلك ماسك في نفس الوقت ينظف 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 أقش ينظف وكذلك ينظف ينظف حدث ينظف يكون عندنا وذلك التعب ديال الاسبوع يعني دائما من ساو شرصنا المهم بغيت نشارك معكم انا هاد هاد انت ستخاس هادا زوين بزاف وريحة ديالو ديال الريحة بحال الاوكاليبتوس ولا منعطل المهم هنا داري الاعشاب اللي اللي مصوبين منها ويعني وفيها شي ربعه ديال الزيوت اللي ديال الاغونج ديال اه الليتسيا ديال المهم بزاف وما كاتبين كل شي هنا يا يعني زيوت طبيعي يا ركم عارفين فاش كتكون شي حاجة يعني ناتو كوسميتيك رها ما كتكونش يعني فيها ذاك المواد اللي مدرة كذلك ما فيش البرافين انه ما فيش سيليكون ما فيش دك المينيرال اولن مهم بزاف ديال الحويجات يعني را كاتبين في في فيغان كاتبين هوم عاودينها يعني هاد الماكهادو يعني ما تخافش منهم كيكونوا طبيعيين بنسبة السيدات اللي كي بحطوا على اشياء اللي هي طبيعية ولا ناتوغ غادي نبدأ معكم دباء لي ماسك اللي خديد المهم انا كناخد بزاف كناخد لي ماسك كناخد بادة يعني يعني بادة زالس باش هكذا للصيرها هكذا في الحمان غادي نشارك معكم كل حاجة يعني بو حديدها غادي نبدأ لكم بلاي ماسك اللي نبدأ لكم بلاي ماسك اللي اخذيا هذا كين طف دك اوه ذاكي كين طف دك كين طف في عمق وزوينة البنت هادي يعني رأي منصوح به هذا الكويل هذا زوين بزاف وشارين نقول بكم هذا مجربة كما نشي اول مرة قدي نستعمله جربه معاودة كي يعجبني بزاف كين حسيني البشرة ديالي كتمقة مزيان فاش كنستعملو الصمت من المماركة إذا كانت اغنى الأنساء لديها مناسبة نظر هذا مجرد مجرد من البحر الميت وزوين ويوجد مجرد اشتركوا في القناة كما ترى اشتركوا في القناة لنستعملوا ما أخذت كذلك كذلك خديث هذه البنات ديال ارد بير بيلينغ ماسكة هذا تهوزين البنات بزاف بزاف يعني غي حاولوا تجربوه انا يعني جربت وكنت كان ديرو في الصيف كان كي يعطاني واحد وحد النظرة لوجه ديالي رائعة ويمكن لكم يعني ديرو على شكل ماسك ومن بعد كتد يعني ديرو حركات دائرية وقد ديرو تقشير لوجه ديالكم يعني وكي يعطاكم في نفس الوقت بيلينغ يعني مقشر الوجه هذا رائع على البنات والثامن ديالو مكان شغالي بزاف غادي نشارك كذلك معاكم واحد اوغن ماسكة هادو البنات تخصن لوجه يعني العفوان العينين لان كيفما كتعرفو السيدات يعني بتاعب وصهر معا وليداتهم وذك شي كي بقوي عاني ومذك الهالة السوداء اللي تحت العين هادو زوين بزاف مافيه في ذاك الكوفيين وذاك اليوغن زوين بزاف جربو هالبنات وغادي تردو علي الخبار هادو فيه هجوكوا يمكن ربعة هادو 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 فيه ربعة هانتو هما را داينين فيه شحال يعني استعمالات كينجوج وكينجوج هنا هما ربعة هوا زوين كتديره لالعين ديالكم ودائما البنات كين هنا بطريقة ديال استعمال شحال يعني دلوقت كتخليوه وشحال ممكن لكم تستعمله يعني في الأسبوع والمهم هادشي انا كنشاركو معاكم لان بعض المره ماكيكون شعنا الوقت باش نديرو ذاك الوصفات الطابعية فما فيها بس ناخدو هادشي اللي كيكون داجا واجد غير الانسان خصو يختار الاشياء اللي كتناسبوا ويحاولوا ما امكان تختاروا الاشياء اللي كتكون خالية من المواد اللي كتكون مدرة بصحة ديالنا اختيت كذلك هادو فيتامين سي زوين بزافتة هادو المهم كي يعطي ذاك الحيوية البشرة ديالنا ويعطي ذاك الملمس الحريري هو منصوب من يعني فيتامين سي وفيه داك النكهة ديال الاورانج او للرائحة ديال الاورانج او البرتقال هادو مزوينين هادو بحالبا في الليل مثلا مولا بالنهار انا الساعة كترية كنديرهم بالليل بحالبا كتتحلوا واحد هادا هاد الكابسول هادي كتحلوها وكتدهنوا لوجه ديالكم هاد بحال شكل سيرون ومن بعد هاد تديروا الكخيم ديالكم دليل يعني كالمعتاد هاد البزيزة هادو مرة كنبير منها زوج مرات على حساب الوجه ديالكم واش كي يشرب ضغياء ضغياء هاد الكخيم هادو 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 مرة كنبير منه تقريبا زوج مرات يعني وكي يكفيني غادينا نشارك معكم كذلك هاد اي غولو هذا البنات اتغوم لا مرات الفيقدي و لا مرات الفيقدي دائم لا نحتاج عد محضر لكم عليها را كوم عارف ان يعني يجب أن يكون هناك الكويرا يجب أن تدوزها تحت العين ويجب أن تضعوا بعض المساج للعين من هذه الهالة السوداء يجب أن تحيدوا الزوينة كثيرا الزوينة 3 أورو و45 أورو يجب أن يصل لك هذا المساج للسوداء مجبداً يجب أن تصدف المرصة العين المبنية أخيراً بالمذهب ينحن أن المعينية مكتب ذات المرصة يجب أن يصدف المرصة تصدف المرصة بالجزء الزيوت الاساسيه الطبيعيه وهنا تقدروا تشمو الرائحه لما تأخذوه لانا فاش خسكم تدخلو البادو تشمو شريحه اللي زوينه تعجبكم اما لكنتو ديرين البادو ديرين شريحه اللي ما عجبكم شمم ريحه شو من الاحسن ما تأخذوه هاش هما ديري هنا واحد توقب صغير وديرك هنا دفت بخوبة يعني كتشمها من هنا وكتعرف الرائحه ديالها وش غادي تعجب كل الله فيه المهم اغنيكا فيه غسماغين فيه فالد كيفا المهم هادو شي شي اسماء صراحه ما عرفت شنو المهم يعني شنو مناش مكون ولكن المهم فيه زيوت طبيعيه وديرين هنا انه فيغان راكم عارفين بانه طبيعي كين هادا كذلك التهوه يزوين بالزفت قريبا كي شبه لهادا هيدا هاد الاماككه هاد состав وهدي هاد كنايب هادو همprüقات معروفين بزف شي بزين بزف تقريبا نفس المكونات تقريبا نفس المكونات تقريبا نفس المكونات تبغيتوا تصرخوا في الحمام سأقول لكم للأزواج بطبيعة الأطفال لديهم أشياء خاصة لنشاركها معكم في فيديو آخر إن شاء الله لكي تأخذوا الوليداتكم ركينين أشياء خاصة بالأطفال سوف يأخذ هذا كما تقريبا نفس الماء تقريبا نفس الماء ويكون مبين درجة الحرارة 35 و 230 درجة ويأخذوا 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 بأس اجل نفس الماء ويأخذت كذلك هذا الرائحة غزالة هذا غزالة هذا غزالة في نسمة الرمان يعني الرائحة يعني كان قصد الرائحة أو للدفت ويأخذوا من السرخة رائحة ويأخذوا إلى حسب كل عام يأخذوا جديد من الأنواع ويأخذوا بهذا الماء ماذا أخذت هذا؟ هذا هو غزال البنات غزال 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 فيه اسمية الأطفاح وفيه نجيمة عنيس شترن غزان وفيه القرفاء فيه واحدة ريحة لا ننشيكمش فيها إلا درسوها ما تسخفش تخرجوا مالباد جميع الأطفاح جميع الأطفاح جميع الأطفاح ونخسروا على رأسنا ونصرخوا بعد 1 ساعة اليوم طويل أو الأسبوع كذلك أخذت هذا مالباد غزال وفيه واحدة ريحة غزال ورائدة البيض غزال وزويل وعلى شكل بودرة كديروا في الحمال وكديروا واحد استرخاء كده ترتاحوا شي شوية المهم هادو هم الأشياء البنات اللي بغيت نشارك معكم الأشياء اللي أنا خديتها اللي أنا خديتها اللي أنا خديتها اللي أنا خديتها اللي أنا عارفها يعني متأكدة منها سافي بغيت نختم فقط بهذا العسل اللي تهوى دائم بيو خديته وش حال من المراي يعني دائما كنتشفوه معي في الفيديوهات طبيعي مية في المية ديال فالد هونيش زوين بززاف البنات كنديرو هاكده مني كنبغي ندير إلا درت البغير إلا درت هاكده في فصل الشتاء كندير مثلا دكتاي وكان بغيت ندير له تحلية طبيعية كندير هاد العسل هادا فعوتو مندير السكر سافي البنات هاد شكل هادا هنكون ساريت معكم الفيديو ديال هاد النهار شاركت معكم اللي ماسك وبعد الزالس اللي كان اللي كان اللي كان استعمل باش هاكده كان تهلاف راسي وكان دل العراسي شي شوية كندرب لكم معيد فيديو قادم موضوع جديد فكرة جديدة ولم لا والجديد تبقوا على خير